اشتركوا في القناة بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية وبمشاركة ممثل المؤسسات الدينية المسيحية والاسلامية من مصر والعالم العربي رسالتنا هي التسامح ونعمل على ان تصبح ثقافة التسامح والسلام ثقافة شعبية عامة وخاصة في طبيعة الناشئة الرسالة التي لخارج كما قلت مصر رسالة رسالة للعالم كل في مؤتمر المناخ تعالوا معا للسلام الإنساني للسلام الكوني نواجه التحديات معا هنا نتمم ونؤكد على هذه الرسائل مصر رسائل سلام متتابعة وهي أنموزا في صنع السلام الإنساني والسلام العالمي محتاجين أن نسترد القيم القديمة التي كانت موجودة في المجتمعات البسيطة ومجتمعات الفطرة التي فيها تعالش وفيها تسامح وفيها قبول الآخر ونؤكد تعيش مع بعضها وتأكل مع بعضها وتحب بعضها المؤتمر يناقش 130 ورق بحثية حول دور المؤسسة الدينية عبر التاريخ في تعزيز ثقافة التسامح والطراث المشتركة للأديان حين تجدون جميعا نجلس في صف واحد مسيحيين ومسلمين البابا بجوار الشيخ والشيخ بجوار البابا فهذه رسالة إلى العالم كله أننا يد واحدة تبني هذا الوطن وتعمر هذا الوطن وتسعى في مصلحة هذا الوطن قيمة العفو والصفح وقبول الآخر والتعايش هي قيم إنسانية وهي قيم يتم بها الاجتماع البشري هذه هي رسالة للمؤتمر تستمر فعالية المؤتمر على مدار ثلاثة أيام لنشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز آليات الحوار ترصيخا لمبدأ المواطنة يأت انعقد المؤتمر الدولي حول التعايش والتسامح وقبول الآخر انطلاقا من أهمية الحوار قاقيمة عليا معاكسة لفكرة التعصب وأهميته في مد جسور التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات كمحاولة الاتجاه نحو التكامل سبيل للعيش الآمن المستقر من داخل مكتبة الأسكندرية أحمد ممدوح أني برحب بحضراتكم ومشاهدين وزي ما شفنا في التقرير موضوعنا عن مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر انطلقت فعاليات وإمبارح في مكتبة الأسكندرية وبتنتهي غدا وبيعقد تحت رعية الأظهر الشريف وبمشاركة نخبة من المهتمين بقضايا التسامح والتعايش من المسؤولين والقيادات الدينية المسيحية والإسلامية والمثقفين من مصر والعالم العربي بيعرض المؤتمر أكثر من 130 وراء بحثية بيقدمها مجموعة من البحثين من 14 دولة معنا في الستوديو دكتور عبدالغني هندي عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأيضا عضو مجلس الأعلى للثقافة بلجنة مكافحة الطرف والإرهاب بنرحب بك يا دكتور أهمية مؤتمر زي كده في وقت بيموج في العالم بالصراعات وتأثير هذه الصراعات على فكرة التعايش بين البشر وقبول الآخر وأننا في عالم واحد وكمان تحدي قمة المناخ ويجمع العالم دلوقتي إزاي في مواجهة هذا التحدي يعني تغيرات كثيرة جدا في العصر بتحتم على البشر أنهما يتعايشوا لأنهما في النهاية في مركب واحد أو في قارب واحد دلال التوقيت المؤتمر وأهميته إيه في هذه الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو يمكن زي ما حضرتك أشرت وكما هو واضح من عنوان المؤتمر أنه الأمر الذي يتعلق بحالة التعايش بعيدا عن البعد الإنساني حتى أصبح هو حاجة ضرورية لفكرة استمرار الحياة التي عيشها الناس صحيح أعتقد أن النظريات التأمرية ونظرات المادية ونظريات التي تدعو إلى الصراع وإلى عدم قبول الآخر وإلى عدم تعايش أعتقد أنها أثبتت هزمتها في هذا العالم ولم يعد هناك خيار أمام العالم إلا أن يتكتب وإلا أن يتكاتف وإلا أن تكون هناك نظريات جديدة تقود العالم في مسألة التعايش وفي مسألة التسامح وفي مسألة السلام وأعتقد أن رسالة مصر كانت رسالة واضحة جدا وجلية ليس فقط في مؤتمر المناخ ولكن حتى قبل مؤتمر المناخ يعني عندما يخرج سيد الرئيس في بدايات حكمه ويقول أن رسالة مصر في تصحيح المفاهيم ودعم المفاهيم التي تدعو إلى السلام وتسامح تقوم بها في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم كان في بداية الأمر الناس تنظر إلى هذه النظرة باعتبار أنه كلام سياسي دعاء مثلا أو كذا ولكن الحقيقة والواقع في مؤتمر المناخ أكد أن هذه الرسالة العالمية التي تتبنىها مصر في تصحيح المفاهيم سواء كانت الإسلامية أو حتى المسيحية أو حتى الإنسانية على البعد الإنساني أعتقد أنها رسالة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية وفي عز الأزمات التي تقوم تمر بها الدولة المصرية ويمر بها العالم كله نجد أن مصر تخصص لهذا الملف ألهام جدا ملف تعايش وملف السلام وملف قبول الآخر إمكانيات كبيرة جدا في هذا الجطار يأتي من ضمن هذه الملامح ما تقوم به مكتبة الأسكندرية وهو يعني فعل طيب أن بيتولى يعني عالم جليل جدا في علم الاجتماع الدكتور أحمد زايد مكتبة الأسكندرية والدكتور أحمد زايد أنا أعلمه عن قربه هو رجل كما أنه رجل علم ورجل نظريات ورجل أكاديمي هو أيضا يؤمن بالحالة التنفيذية والتطبيقية لما تقوم به الحالة الأكاديمية لذلك أعتقد أن فكرة التواصل وأنا يعني دعني أصحح أمر في غاية الأهمية ولم يكن تحت رعاية الآزر الشريفة فقط هو كان تحت رعاية أو المؤتمر تحت رعاية العديد جدا من المؤسسات منها المؤسسات القبطية ومنها مكتبة الأسكندرية ومنها الجمعية المؤرخين الدوليين والعديد جدا من المؤسسات التي لا بد أن ننكر الدورها أبدا لأن القضية هنا قضية تشاركية قضية تشارك قضية أن نظهر جميعا وجها وحيدا وصفا وحيدا في مواجهة الأفكار الظلمية وأعتقد أن حالة الانفجار المعرفي التي يمر بها العالم ويمر بها شبابنا ومر بها أبنائنا تحتاج مننا جميعا أن نتكاتب في مسألة إظهار هذا النموذج التعايشي والتسام وأعتقد أن التحدي الكبير الذي يواجه هذه المؤتمرات والذي يواجه مثل هذه القيم هو أن نخلق نمازج تعيش مع الناس لا بد أن نؤمن بأنه لا بد أن تكون هناك نمازج تعيش مع الشباب الشباب اللي النهاردة عمره 17 سنة أو 18 سنة هو مستقبل القيادة ومستقبل الإدارة ليس لأمتنا فقط ولكن لكل العالم لذلك لا بد لهذا الشباب ولهذا السن أن تكون له نمازج تتماشى مع مطلباته ونحن لا نقول هنا أننا نطوع الأفكار أو أننا ندني الأفكار ولكن لا بد من خلق نموذج حضاري حداسي يتماشى مع مطلبات هذا الشباب لا نتركه أبدا للنمازج الهدامة والنمازج التي لا ترتكز لا على أسس فكرية ولا على أسس تنظرية سليمة ولا على أسس فكرية تتعلق بالبناء وللأسف الشديد يعني تموج حالك الانفجار المعرفي اللي موجود على السوشيال ميديا والموجود على وسائل التواصل الاجتماعي والموجود على الإنترنت تؤكد هذه الحالة أننا لا بد من خلق نمازج حداسية جديدة تعبر عن هذا الشباب بمحتوى قيمي وبمحتوى تعيوشي وبمحتوى سلام يعيش معه في البيت يعيش معه في المدرسة يعيش معه في الشارع يعيش معه وهو يستمع إلى الموسيقى لا بد أن يكون هناك تواصل حتى على المستوى الموسيقى التراثية يعني أين الموسيقى التراثية المصرية التي كانت تعبر عن قيم المجتمع المصري وأعرافه وعن تقاليده توقفت أين الدعية الذي يعبر عن هذا النموذج الحديث التعيوشي الذي يعبر عن هذا الوقع الذي نعيشه أين الدراما اللي بتعبر عن تقليد الأسرة المصرية صحيح أين الدراما أنا هنا لا أتحدث عن مجال بعينه يعني أين أيضا لا بد أن يكون هذا هو روح المشروع التعليمي التي نعطي نموذج لأبنائنا القضية ليست أنني أعلم حروف أو كلمات أو أرقام صحيح أنا بابني فكر وثقافة وكيف يتعايش كيف لهذا الطالب الصغير يتعايش مع الطلاب زميله مع الطالبات كيف يتعامل مع المدرسة كيف يتعامل مع محتوى المدرسة كيف يتعامل مع الشارع الذي يمر به كيف يتعامل مع السيارة التي يركبها كيف يتعامل داخل بيته كيف يتعامل وهو في كل هذه التفاصيل يا دكتور عن مؤسسات الدولة والمؤسسات داخل فيها كمان البيت والأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام وكل ده منظومة متكاملة المؤتمر ازاي بنائش ده مش مجرد مؤتمر ثلاث ايام مناسبة الكامل لكن بيخرج بايه وبيتنفس ده ازاي صحيح أنا زي ما قلت لحضرتك فيه أمام المؤتمر وأمام المجتمعين في المؤتمر تحديين في غاية الأهمية التحدي الأول اللي أنا قلت لحضرتك أننا لابد من خلق نماذج عمليا نقول فيها للناس هذا هو النموذج الذي نريده وهذا ما نوده أن يكون موجود داخل المجتمع ويعيش داخل كل التفاصيل الحياتي بكل التفاصيل التي تعلق بتعامل الإنسان صوته وهو في الوسائل العامة وهو في الشارع تعامله مع الأشياء تعامله مع وطنه فهمه ولابد أن نفرق دايما وأبدا وحضرتك بتقول لابد أن نفرق بين أمرين لأبنائنا فيه فرق بين الحكومة وبين الوطن والدولة الحكومة أمر يتغير ومن الممكن أننا أقول لهم يسيوا أو يخطئوا لكن بناء مؤسسات الدولة هو هم لابد أن نحافظ عليه جميعا ما بني من مؤسسات للدولة هو أمر لابد على الجميع أن يتشابك بما فيه حكومة بما فيه شعب بما فيه معارضة بما فيه مؤيدين لابد أن نؤكد على ذلك لذلك أنا من الممكن أن أعترض على الحكومة لكن لا يمكنني أبدا أن أعترض على الدولة على الدولة التي أعيش فيها وده أمر لابد أن نفرق الحكومات تتغير كثيرا جدا لكن مؤسسات الدولة هو أمر سابت ويستمر عشان كده لابد أن نتشابك جميعا في ذلك فالأمر الأول أو التحدي الأول الذي يأتي لمثل هذه المؤتمرات أو نوعية هذه المؤتمرات لابد من خلق نموذك تعايشي يعيش بيننا بكل تفصيل حياة الأمر الثاني لابد أن يكون هناك مشروع مقابل لهذا التدفق المعرف الهائل الذي يعبر عن التشدد الذي يعبر عن عدم السلام الذي يعبر عن عدم احترام وقبول الآخر الذي يعبر عن طمس الهويات الثقافية الذي يعبر عن عدم إخراج محتوى ثقافي جديد يعبر عن أمتنا وعن وقعنا أعتقد أن هذين التحديين هم أهم التحديات التي تقابل هذا المؤتمر ولو أن المؤتمر في الحقيقة في الكلمة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية عندما قال أننا سننشئ منتدى للسلام والتعايش في مكتبة الأسكندرية هذا جزء من الفكرة التنفيذية التفاعلية لابد أيضا لكل الجهات المشاركة أن تتبنى مثل هذه الأدوار لابد أن يكون هناك أدوار تفاعلية وتنسقية بين الجهات دعني أقول أنه كما أن تطرف والإلحاد والأمور التي ليس لها علاقة بفكرة البناء والعمران للمجتمعات تتكتل لابد للخير أن يتكتل لابد للقيم التي تدعو للتعايش والتسامح إذا كنا نتحدث عن فكرة قبول الآخر أيما كان هذا الآخر سواء كان من دينك أو من غير دينك فلابد أن نقبل أيضا قبول الآخر الحيوانات ده بد أن يكون بالمناسبة هذا مظهر من مظاهر الرحمة هذا مظهر من مظاهر الرقي هذا مظهر من مظاهر التحضر كيف نتعامل مع الأشياء عندما حضرتك تركب أوتوبيس نقل عام عندما تركب قطار كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ حرج بتقول أنه حيتم بناء نماذج وهذه نماذج بيتم بعد كده العمل على محاكتها هذه نماذج بتقصد أنها بتكون في صورة مثلا شخصيات بيخلق على أساسها نسيج درامي أو في وسائل الإعلام أو غير ولا نماذج بحيث شخصيات يتم تكريمها مثلا وبيتم إبرازها في المجتمع أن ده القدوة المفروضة أنه الناس تمشي على أساسها ولا تقصد بإيه نماذج يعني فصار بص حضرتك هي لم تعود أزمتنا في مسألة هو بالفعل إحنا لا زال الخير موجود ولا زالت الشخصيات الثقافية ولا تعبر عن هذا الواقع المصري الأصيل موجودة الإشكالية التي نعيشها تتعلق بالأمر الثاني الذي تحدثت عنه أزمة الحضور أزمة الحضور المعرفية من الذي يكون أكثر حضورا الآن النموذج المشوى أم النموذج المستقيم الصحيح الذي يعالج أزمة الحضور أزمة الحضور هذه تتعلق بالإعلام تتعلق بالسوشيال ميديا تتعلق داخل المؤسسات يعني عندما نكون داخل المؤسسات التعليمية من المدرس الذي يكون أكثر حضورا المدرس القدوة الذي يعامل الأولاد بهذه القيم الذي نتحدث عنها عن قبول الآخر ولا بد أن نعترف بأمر نحن لسنا طرفا فيه لا بد أن نعترف بأننا تم تجريف ما يتعلق بفكرة قبول الآخر والتعايش والتسامح لأكثر من 40 سنة لا بد أن نعترف بذلك ودخلت في هذه الأمور أمور كثيرة جدا دخلت فيها بداية انفتاح وزهاب الناس إلى بعض الدول والعودة بتقاليد مختلفة عن تقاليدنا وأعرفنا دخلت فيها مسألة الإنترنت والسوشيال الميديا المحتوى الرقمي في ناس الحقيقة بتغذي هذا الإسراع وهذا التطرف أو الفكر الغريب لكن يمكن في الحقيقة أنه في الفترة الأخيرة إحنا شفنا جهود لمعالجة ده شفنا تجديد القطاب الديني شفنا لقاءات عديدة بين الشيخ الأزهر وبين بابا الفاتيكان كان أخيرها في 3 نوفمبر الجاري كان حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني في ملتقى البحرين وهذا المؤتمر أيضا بيعطي في إطار ذلك يعني هذه الجهود إزاي بقى بتنزل من مستوى القيادات ورموز الدينية إلى الأقل فالأقل فالأقل حتى بتسود الشرع المصري بس أنا أقول لحضرتك هفكر حضرتك زمان في جامعة القاهرة جابوا الدكتور طاع حسين عبيد الأدب العربي على رحمة الله يدافع عن العلوم وجابوا الدكتور مشرفة يدافع عن الأدب يعني هذا الرجل بقيمته العلمية يدافع عن الأدب ويقول إن إحنا مش بحاجة خلاص للأدب والدكتور طاع حسين على رحمة الله يدافع عن العلوم ويقول إن إحنا مش بحاجة إلى الأدب هذا النموذج لابد أن ينسلخ على كل مستويات المجتمع يعني مش بس الفكرة للرموز الدينية خلينا أقول أننا نتكلم على الرموز داخل الجماعات الرموز داخل المدارس الرموز في الشارع في الجهات الإدارية من التكريم للجهات الإدارية لابد أن تكون هذه الرمزية أو هذه القضوة موجودة دائما أبدا لابد أن يكون هناك تخطيط بالمناسبة يتعلق بفكرة أن ما فيش حاجة تتعارض مع حاجة لأن للأسف الشريفي أحيان كثيرة جدا أنت بتبقى عايز تبني بناء أخلاق معين يجي مسلسل يضمره أو تيجي أغنية ضمر هذا المسلسل لابد أن نعترف بأن قضية الحضور المعرفي لابد أن تكون بنفس الأهمية اللي هي فكرة الابتكار ولابد أيضا أن تكون قضية الابتكار فيما يتعلق بالجانب التعايوشي قضية ابتكارية يعني دائما أبدا نحاول أن نقدم الأمور المستنسخة الأمور التي لا تعبر عن قيامنا بأمور ابتكارية وإبداعية الأمور الأخرى التي تمس الحياة وتمس البناء وتمس التعايش وتمس السلم المجتمعي وتمس البناء الحضاري لا تقدم بنفس هذه الابتكارية وبنفس هذه الرؤية التي تجد أن شوف صفحات داعش حجم ما ينفق على صفحات داعش من التجنيد عشان كده ليس بغريب أن أنا أقول لحضرتك وده وده ميزات موجودة في مجتمعاتنا أنت تعرف أن أكتر من 85% مما انجندتهم داعش من أوروبا يعني من المجتمعات التي تدعي الحضارة عندها فراغ فيما يتعلق بالفكرة القيامية والفكرة الأخلاقية وده وده بيؤكد على أن إحنا لابد أن نخاطب شبابنا بأننا لازلنا في مرحلة الخير وأيضا لابد للنموذج لابد أن يستمع أكثر مما يتكلم يعني لابد النموذج الذي يتعامل مع الشباب والذي هو موجود لابد أن يسمع لقضايا الشباب أكثر مما يتكلم لابد أن يسمع لأفكار الشباب أكثر مما يتكلم لابد أن يعطي فرصة لتنفيذ أفكار الشباب أيضا مش من الظلم ولا من غير الطبيعي أن الشاب ينفس فكرة وتفشل ده طبيعي طبيعي أنه ينفس فكرة وبعدين يبقى فيه تقويم للفكرة فيه أمر دلوقتي موجود في العالم الأماكن البحثية تأخذ به فيه حاجة تبقى اسمها الهندسة الفكرية يعني من الممكن أن فيه فكرة تبقى فكرة غير صحيحة في البداية لكن بيتم هندسة هذه الفكرة لتتماشى عمل مجتمع لتهزم هذا المجتمع لابد أن يكون هناك دور مهم جدا لمراكز الأبحاث مرة أخرى في الصدق إذا كنا بنتكلم عن النموذج فإحنا بنعتبر أن مصر نموذج فريد لعلاقة بين أبناء الوطن الواحد ويمكن دول كتير جدا بتتعجب وبتستغرب لهذه العلاقة التاريخية وهذا التعايش الموجود عندنا نحمد ربنا الحمد لله على أن نحن في نعمة واستقرار وأمن وبنحاول من خلال هذه المؤتمرات واللقاءات أن نحن نعزز هذه القيم مرة أخرى بشكرك جدا دكتور عبدالغاني هندي عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجلس الأعلى للثقافة مشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من هذا الصباح بشكركم على حسن المتابعة أشوفكم على خير دايما إلى اللقاء اشتركوا في القناة